لقد مضى من شهركم هذا عشره الأول وأنت على أبواب العشر الأوسط ثم لا تلبثون أن يأتي عليكم العشر الأواخر وينتهي الشهر فانظروا ما أودعتموه من الأعمال الصالحة وتأملوا بماذا مضى من قضى منه وبماذا ستقضون ما بقي منه فتأملوا في أنفسكم وفي أعمالكم فمن كان محسنا فليواصل وليتم بالإحسان ومن كان مفرطا وغافلا فليتب إلى الله مما مضى ويستدرك ما بقي فإن الأعمال بالخواتيم فاتقوا الله في أنفسكم وحافظوا على شهركم الذي جعله الله لكم فرصة في حياتكم فلا تضيعوها شهر عظيم شهر الصيام والقيام تغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنان ويصفد فيه كل شيطان ويقال يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وذلك في كل ليلة فأجيبوا داعي الله فإن الأعمال قصيرة والمدة محدودة والعمل محفوظ وأنتم محاسبون ومجزيون فتصوروا مآلكم وأصلحوا أعمالكم نسأل الله أن يوفقنا وإياكم في هذا الشهر المبارك ترجمة نانسي قنقر